اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت حبي الوحيد انت ملكة فؤادي لقد احببتك منذ ان كنت صبيا اما زلت تحبني طبعا ساحبك دائما انت جزء من وعد الله قبل ان نترك حرام ربما اذهب الى الهيكل المحلي واقوم بدقوس الخصوط لا ساراي الله وعدنا الله وعدك انت اما انا فاريد وعدا شيئا ما اعلق عليه امالي انه لن يستثنيك منه انت زوجتي زوجتي الوحيدة انا ذاهب لأودع اخي نحور سلاما لكم ولك ايضا انا وجماعتي جاهزون للرحيل وانا ذاهب لأودع اخي نحور لقد سبقتك سيدي لوط من الافضل ان تنتظرنا انت وجماعتك في شمالي البلد حسنا هل جهزت كل شيء للرحيل نعم يا سيدي ولم يبقى سوى خيمة سيدة ساراي حسنا ابدأ بالتحميل على الحمير والجمال وعندما اعود سننطلق امرك يا سيدي اوه هل يؤلم كثيرا؟ قليلا غير مريح ولكن عندما أضع ويكون المولود سليماً وحياً أنسى كل الألم ناحور ناحور من المنادي؟ أخي أبرام يا مرحبة يا مرحبة تفضل تفضل يا أخي أبرام يا مرحبة يا مرحبة أهلا بك يا أبرام أهلا بك يا أبرام أهلا أهلا تفضل تفضل إجلس يا أخي جئت لأودعك يا أخي إلى أنستاهب يا أخي إلى أرض وعدن الله بها لماذا لا تبقى معنا هنا في حرام؟ الرب أعطت ولدنا أرضاً وبيوتاً وماشية ورثناها عنه ونحن أكثرناها أنا متأكد لو أن أبونا ما يزال حياً لكان أول من سيقودنا للخروج من هنا كما فعلها وأخرجنا من أولاً ماذا ينقصك هنا؟ عندك بيت وماشية وأرض وامرأة جميلة هل حملت بسهولة؟ أنا وزوجي قمنا بتقوس الخصوبة في حرام وابتسمت لنا آلهة المكان هل مرستنا تقوس الإنجاب؟ آه نعم طبعاً وإلا كيف تحمل المرأة؟ أبكى هنا يا أبرام ماذا ستفعل لو أراد رجل غني وكبير الكرش أخذ زوجتك الجميلة صاريا منك؟ لا أدري سأقول بأنها عقل وعندها سيظن الناس أنها ستجرب اللعلة على بلادهم وتقع أنت ومن معك في مجهور عندها سأقول بأنها أختي موسيقى لعلنا نكون قد رزقنا بطفل بعد كل هذه السنين لا شيء يعجز ربنا اللهم ارحم أخي أبرام لأنه جاهل أنا ذاهب بعد قليل شارحاً رفقتك السلام يا أخي فليكن الله معك ومعك أيضاً سلام أخي سلام أخي اشتركوا في القناة موسيقى انفر يا عمي هناك يجلس الرجل عجوز انتظروا هنا فلانتظر الجميع هنا فلاذهب العين سلام عليك وعليكم ايضا لمن هذه الاراضي نريد اذنا لنخيم بها يمكنكم ان تخيموا اينما شئتم فاصحاب الاراضي واهل المدينة تركوها لماذا لم تمطر منذ زمن لقد جفت الينابيع والتربة تحولت الى مسحوق تطيره الريح كما تطير احلامنا من قد هرب من استطاع ولم يبقى الا المرضى والمسنين مثلي ننتظر الموت الا اجد معكم بعض الماء مواشينا كثيرة ونحن بحاجة للماء احضر بعض الماء للرجل احضر بعض الماء للرجل حسنا اللي احضر نعم سيدي هاتي قربة ماء حسنا الماء شحيح هنا يذهب السقايين على البغال الى دوتان وجزريل ليأتون بماء الشرب فقط انها حماقة ان نخيم هنا المكان قاحل وجاف لقد كانت هذه الارض خضراء مثمرة الى ان غضب علينا اله المطر هداد ولماذا غضب هداد لا ادري مع اننا ضحينا له بعجز ابنائنا الا انه لم يستجب لا ادري لماذا احضرنا ابرام الى هذه المنطقة الجافة القاحلة بعد ان كنا نعيش في المدينة في بيوت من طين امنين مستقرين لا بد لسيدي ابرام حكمة في ذلك الحكمة ان نبقى في حران في بيوتنا للا احتمل ذلك ربما استطعتم تقديم اضحية للاله هداد هناك عند الشجرة حيث الساحرة على المذبح لعله يرضى عنه نحن نضحي للاله الواحد فقط ماذا؟ اخشى ان يسمعك الاله هداد فيغضب اكثر لك الماء فلنغادر هذا المكان حالا هيا 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 ترجمة نانسي قنقر سنبني خيامنا في هذا الوادي لكن الامور سيئة هنا يا عمي ليس من الافضل ان نعود الى حران او ننتقل الى مكان اخر سنخيم هنا بضعة ايام يوجد حشيش يابس لمواشينا وغدا اتسلق الجبل وانظر حولي ساسعد معك جاهز نفسك غدا صباحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شابة نانسي قنقر حالك تغير ماذا حدث؟ أخبرني لا شيء بعد كل هذه السنين من الحياة المشتركة لا يمكنك أن تخفي عني شيئا أنا أعرفك جيدا لن تصدق ما حدث لماذا تقرر قبل أن تجرب؟ حدثني وستعرف إذا كنت سأصدقك أم لا صعدت إلى الجبل أنا ولوت وعندما وصلنا الجبل تدأت أنظر حولي أبحث عن موقع أفضل لنخيم بك رأيت منظرا رائعا خلابا لم أرى أجمل منه في حياتي حقا؟ نعم لابد أن تأتي معي لتشاهديه بعينيكي حسنا وماذا حدث؟ ذهب لوت بعيدا عني ليقضي حاجة وبعدئذ؟ وبعدئذ ووحي إلي يا صراي كان صوتا كالرعد ينادي أبرم أبرم وماذا فعلت؟ ابتدأت أحوم حول نفسي أبحث عن مصدر الصوت وجدته؟ أبدا كان وكأنه قد أتى من الفضاء وماذا فعلت؟ أحسست بالخوف والرهبة فجثوت على ركبتي وإذ بي أسمع الصوت نفسه ينادي أبرم ويقول لنسلك أعطي هذه الأرض آه لنسلك أعطي هذه الأرض هل فكرت بمعنى هذه الكلمات يا أبرم؟ فكرت كثيرا ولكن من أين ساءت النسل وأنا لا أحمل؟ لا شيء يكثر على ربنا سراي أتصدقين ما قلت؟ نعم أن تصدقيني هذا مهم جدا بالنسبة لي ولكن هل سيصدقوني شعبي إذا أنا قلت لهم عن وعد الله لي؟ لربما سيصدقوك ولكنني لا أظن بأنهم سيردون بالبقاء في هذه المنطقة الجرفة القاحلة هذا يقلقني جدا وماذا جرى بعد ذلك؟ لقد فقدت الوعي حتى جاء لوط وساعدني بالنزول عن الجبل وفي طريق عودتي رأيت منظرا تقشعر له الأبدان هذه هذه اللي قدمه ضحية للألهة لا إنه وثني يجب أن نقدره ضحية للأهمالي حتى لا إنه وثني أعدي إلي أرجوك هذه هي الطريقة الوحيدة لإرضاه لهتما العدل ماذا يبدو تبع لهذا؟ إنه إني خائع أرجوك بعيدوني لا أعود أوقفي منذ مهات السنة قدمت مئات الأضحيات تحت هذه الشجرة ولا يمكنك منعها إلى هنا يحضر تضحية الإنسان لا تخافي رضيعك بأمان مع أبرار ولكن الساحرة العجوز لم ترضى بها ومن هذه الساحرة التي تتحدثون عنها؟ إنها تجلس هنا تحت هذه الشجرة تفتح البغت ولديها تعويذ ورقة ويمكنها أنت السدع الشمع والجن وسيفعلهم ما سنأمرهم به وعدل ستنتقم منك هيا هيا ملعونان ملعونان سنتقم منكم سنتقم منكم أنا خائفة يا أبرار مما يحدث لا تخافي يا سراي الله معنا سلاما عليك وعليكم السلام لماذا لا تأخذ الغنم وتنزل بهم إلى الوادي؟ أمرك يا سيدي ها أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي يا عمي الماء الذي لدينا يكاد أن ينفد سنموت كلنا عطشا إذا لم نجد الماء أو ننتقل إلى مكان آخر بسرعة غدا سنتسلق الجبل ونبني مذبحا ولماذا المذبح؟ للعبادة لا وقت لدينا سمعت بأنه توجد بالقرب من هذا المكان امرأة عجوز تقوم بعمل التلاصم والتعويذ لماذا لا نطلب منها عمل تعويذة لتعلقها على الشجرة فوق المذبح؟ فعلا ربما هذا يساعدنا ينسوا التعويذ والتلاصم سنعبد الله على الجبل الله الذي لا إله إلا هو أبرام انظر إلى حالنا سنموت هنا عطشا إن إلهك بقي في حاران ولم يأتي معنا لماذا لا نستعين بأحد الآلهة المحليين؟ سنتسلق الجبل غدا ونبني مذبحا لإلهنا الذي جلبنا إلى هذه الأرض بماذا ستضحي يا سيدي؟ بحمل لا عيب فيه سيكون الأمر كما يجب ألي عاثر؟ نعم اختر من مواشينا الأفضل حسنا واخبر الجميع حسنا سيدي هذه هي الأرض التي وعدني الله بها أنا ونسلي هذه يا عمي إنها جافة وقاحلة حتى الطيور هجرتها لا ما أبيها يفر الناس كلهم منها وكأن الجن استولى عليها هل سألت ربك لما يعطيك أرض موت؟ قطعنا كل هذه المسافة لنرى قفرا قاحلا سيمر الجفاف وينقضي ويعود كل شيء إلى سابق عهده لقد قال الرجل العجوز عن هذا المكان أنه كان أخضر ومثمرا إلى أن يعود كل شيء إلى سابق عهده سيكون قد قتلنا هذا المكان القاحل سنحفر الآبار أنا متأكد أن الله سيلب احتياجاتنا لقد كان صوته واضحا تماما عندما أوحي لي أبرم لنسلك أعطي هذه الأرض هل يوجد أي علامة للماء؟ لا إنها جافة يا سيدي يجب أن نحفر حتى نصل الماء هذا ما نقوم به استمروا في الحفر حاضر كم من الماء بقي لدينا؟ ما يكفي ليومين بالكثير وبعدها نموت عطشا نعم إذا لم يظهر الماء في الآبار التي نحفرها وما العمل؟ يجب إقناع سيدي أبرام بالرحيل من هنا حسنا عدم المؤاخذة يا سيدتي ألا تحاولين استمالة سيدي إليك؟ فلربما يحدث الحمل هذه المرة أحاول ولكنه لا يستجيب إلى محاولاتي في المدة الأخيرة لأنه قلق على عشيرته بسبب قلة الماء ودائم التفكير بما يجب عمله تفضلي يا سيدتي شمي هذه الرائحة إن رائحة هذا العطر شدي ادهني منه على جسدك عندها سيكون من الصعب على سيدي أبرام مقاومة هذه الرائحة الرائحة وسيلبي لك ما تردين منه قبل معاشرتك لسيدي يجب أن تشرب مغلي من عشبة الخصب إنها تساعد كثيراً على الحمل ولولا هذه العشبة ما حملت كل النعاز في القطيع؟ طبعاً لقد جربت الكثير من التلاصم والتعاويد ولم ينفعني شيء إذن جهز لي بعض الشراب من هذه العشبة بكل سرورني يا سيدتي مساءك سعيد سيدي مساء الخير ما هذه الرائحة الجميلة؟ هذه لك يا سيدي أتدبرين لي شيئاً؟ أنت تعرف بأني أحبك وأريدك دائماً يا سيدي وأنا أيضاً أحبك ولكن القلق يكاد يقتلني ما الذي يشغل بالك ويمنعك عني؟ ناسنا مجهدون إلى حد الانكسار يمكننا العودة من حيث أتينا إلى حرام ولكن إحاءه لي كان واضحاً عندما قال لنسلك أعطي هذه الأرض لقد تكلمنا عن ذلك من قبل وأنت تعرف رأيه أنا متأكد أن الله سيلبي احتياجاتنا أعملوا أن يلبي احتياجاتي أنا أيضاً لحظة يا سيدتي من فضلك تفضلي ها هي العشبة اشربي شكراً لك بالتوفيق يا سيدتي عبرام من تبقى صحتك معك معك يا سيد لماذا التراب رطبا؟ هل رطبت التراب ليسهل عليك حفره؟ لا يا سيدي بدان العمل في الصباح فوجدنا في قاعد البئر قليلا من الماء ولماذا لم تخبراني بذلك؟ لقد كانت تاركمية قليلا جدا ولكن هذا يعطينا الأمل اجتمروا في الحفر لربما الماء في العنق أكثر كيف كان تأثير العطر على سيدي؟ لا بأس لا بأس به لكن تأثير النوم عليه كان أقوى من العطر يجب أن لا تيأسي يا سيدتي سلاما لكما وعليك أيضا يا سيدي أين عم أبرام؟ ذهب ليرى العمال الذين يحفرون البئر تفضل يا سيدي قطعة من الكعك التازش شكرا ها سيدي أبرام قادم أريد أن أكلمه في أمر هام ومستعجل سلام عليكم وعليك أيضا وعليك أيضا معيت والعازر خارجا مع الغنم والرعيان للبحث عن الحشيش الجاف ألم يقل لك بأنني أبحث عنك؟ أجل أجل تعال يا رب تعال إلى الداخل استرح ماذا وراءك؟ تكلم ماذا هناك؟ يا عمي يجب أن نغادر هذا المكان بأسرع وقت لم يبقى سوى قليل من الماء أيعقل أن يهجرني ربي ويتركننا نموت عطشا دعنا نستعمل عقلنا ونستخدم فتنتنا وما الذي ستقترحه فتنتك؟ ماذا يمكن أن نفعل أكثر مما نفعل الآن؟ نرحل من هنا نذهب إلى مصر حيث الماء والخضرة حتى تمر المحنة أعتقد بأنها فكرة حسنة ولكن الله وعدنا وعدنا ولكنه لم يحدد موعدا نرحل إلى مصر وعندما نعرف الموعد نعود أعطوني يوما آخر لربما تحصل المعجزة وتتفجر المياه من البئر التي ابتدأت تظهر فيها علامات الرطوبة في القاع لكن عدني إذا لم يظهر الماء غدا صباحا فسنرحل نعم سنرحل يا رب أشعر وكأنك قد هجرتني لم يبقى لدينا سوى القليل من الماء ساعدني على ألا أخالف وعدك وعلم إذا اضطررت أن أخالف فهذا ليس بمحض إرادتي وإذا رحلت إلى مصر أرجوك يا رب أن تبارك مالي وحلالي في نزولي وترحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرجوك من ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتقدم بخالص الشكر لفرعون سيد مصر مولاي يريد أن يتعرف عليكم فهو يدعوك وزوجتك إلى قصره غدا إنها ليست زوجتي إنها أختي وهذا ابن أخي لوت لا بأس غدا سوف أأتي لأدخلكم على مولاي فرعون مصر شكرا جزيلا إلى اللقاء غدا إلى اللقاء أريد أن أسألك يا عمي لماذا قلت لرسول فرعون بأن صرايا أختك وليست زوجتك لأنهم يعتقدون بأن البكر بركة وأما الزوجة التي لا تنجب فهي لعنة على الأرض حسنا أنت لا تكذب فإنها ليست شقيقتك من أمك وأبيك إنها أختي من أبي وهي زوجتي ولم تنجب قتل بأس قتل بأس قتل بأس قتل بأس السلام على فرعون السيد مصر وعليكم السلام ذاك السيد عبران وذاك ابن أخيه لوب وتلك الأنس السراي أهلا وسهلا بكم أنس السراي أمل أن تكون بلادنا خد عجبتك جدا يا مولاي هل جميع النساء في بلادكم جميلات مثل أختك يا أبرام؟ انظر إلى يدك يا سيدي هل كل أصابع يدك نفس الشيء؟ فهلتك يا أبرام أنت رجل عاقل وحكيم أمن بأن لا تمانع بأن نستضيف أختك السراي عندنا في جناح النساء في الخصر ستزيد هرونقا وجمالا هذا منوط بها يا سيدي اسألها ما رأيك يا سراي أن تبقيا في القصر؟ هذا يساعدني كثيرا يا مولاي حسنا أطلب هاجر أمرك يا مولاي نعم يا مولاي خذي سراي إلى جناح النساء وأحرصي على تلبية كل طلباتهم وأعني أعطيها كل شيء كل شيء أمر سيدي ومولاي ففضل لي ترجمة نانساء اجلسا والآن قل لي حكم بلادك هذا أحد أكثر الأقوال شيوعا ولكنني لا أظن أنه للملوك لا بس أسبعني يقول المثل من يملك فضة كثيرة قد يكون مصرورا ومن يملك شعيرا كثيرا قد يكون سعيدا ولكن من لا يملك شيئا ينام مرتاح البال إن هذا القول للودوك أي ملك لا يعطي كل ما يملك للحصول على النوم ومن يستطيع أن ينام ويحمل عبءا ومسؤوليات مثل مسؤولياتي يجب أن أحرص على ارتفاع النيل بقدر المطبوب وأن تشرق الشمس كل يوم وأن تنمو نباتات وأحرص على سعادة الشعب هل أنت مكلف بشؤون الشمس والنيل؟ طبعا إن لم أقم بالتضحيات فلن يحدث شيئا فقد تصبح الأرض جرداء ومظلمة بينما الناس يبكونوا يجعلون حياتي لا تطاب ولكن يا سيدي في أور يؤمنون بأن الآلهة تقوموا بهذه الأشياء هنا أنا الرب يجب أن أجعل الأشياء تحدث في الوقت المناسب والطريقة المناسب تفضل سرايا تتمتع الآن بقصر فرعون لقد أسرته بجمالها لوت أنا في ورطة يا لوت لا أعرف ماذا سيفعل فرعون عندما يعلم الحقيقة يجب أن لا يعلم ولكن يا ابن أخي أنت تعرف أن جميع الأسرار في النهاية تنكشف إذن أخبره أنت بالحقيقة قبل أن يكشفها بنفسه سيقتلني إذن يجب أن تخبر صراي بأن تحرص على عدم ذكر الحقيقة بأنها زوجتك وهي لا تنجب ليت أبراما يراني الآن أشعر بأنني قد صغرت عن عمري ويشم شذا عطري ويرط روة جلدي ونحومة شعري أوه المكيج يجحل وجهي شيئاً آخر أبرام نعم تتحدثين عنه كأنه زوجك أشعر كأن ورائك سراً أليس كذلك؟ كل إنسان عنده سر أنا لا أملك سراً لربما ولكن أنت تملكين لربما ألا تريدين الحديث عنه؟ في وقت آخر أنا متشوقة احكي لي اقتربي اللهم ارحموا سأشتري منكم كل من توجي أغنامكم من الحليب والجبنة واللحوم إنها ماشيتك وأغنامك يا سيدي أنت أعطيتني إياها لقد كانت أغنامي الآن كل ما عندك لك غمرتني بلطفك شكراً يا سيدي أعجبتك أجباننا يا سيدي جداً لقد أمرت الخزينة بصرف الثمن كلما سيستهلك بالقصور من منتوجاتك شكراً جزيلاً لك يا مولاي ولكن عندي طلب اليوم تفضل أريد التحدث مع أختي ساراي على انفراد لما لا؟ أختك جميلة وقد أسرتني بجمالها وهذه هي المشكلة مشكلة؟ مشكلة هي مشكلة قصدت لربما بسبب جمالها وميلك إليها تثير أختي ساراي غيرة نساء القصر اللواتي يطمعن بلفتة منك إطمعن من هذه الناحية لا أحد يمكنه أن يخالف ميولي وإرادتي وهذه هي إرادتي شكراً خذ سيدك إلى أخته ساراي شكراً لك شكراً لك أهلاً وسهلاً تفضل اجلس شكراً لك شكراً لك كيف تعيشين حياتك في القصر؟ حياة الملوك عندي كل ما أشتهي حسناً ولكني أفضل الحياة البسيطة معك وأن أعيش بقربك يا زوجي العزيز شكراً لا تقول زوجي لألا يسمعك أحد ويعلم فرعون وتكون نهاياتنا جميعاً لا عليك لا يسمعنا أحد قل لي ألازلت تحبني؟ كما أحببتك دائماً وأكثر ومتى سيكون في أحشاء جنين نينك؟ عندما يأذن الله ألا يزعجك وجودي بالقصر؟ جداً ولكن ما العمل؟ هكذا حكمت الظروف أريدك أتعلم بأنه مهما حصل فأنا بقية على عهد الحب والزواج منك سراي أشعر وكأن كل ما يحدث لنا هنا في مصر بسببه لا تحمل نفسك كما يجري بل يا سراي أنا لم أسمع كلام الرب ولم أبقى على الوحد لماذا لا تقول بأن المجاعة التي وجهناها في الشاكيم كانت تخطيطاً من الرب لكي نأتي إلى مصر ونمر بتجربة أعظم؟ لا أعتقد لا تحمل لا تحمل موسيقى 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 العزر أعتقد بأنه يجب عليك أن تجز الغنم في مثل هذا الوقت من السنة الماضية دخلنا إلى عرض مصر وجزينا كل الأغنام حقاً انظر كم الوقت يمر بسرعة في هذه السنة سنحتاج إلى وقت أطول وعمال أكثر حتى ننهي جز كل الأغنام المفهوم وخصوصاً بعد أن قدم فرعون لسيد أبرام هدية أكثر من خمسمائة رأس من الغنم ونسيت الجواميس والجمال لا كيف أنساها وأنا مسؤول عنها أمام سيد أبرام ولكن حمداً لله بأن الجواميس والجمال لا تجز إن فرعون أصبح الصديقة الحميمة لعمي أبرام ولا يرفض له طلب قبلاً قبلاً ما هذه الأسواق؟ قبلاً 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 لماذا تتخادل؟ أطوان أسقي أغنام سيدي أبرام فمنأت العجرانة بالماء وذهبت لأحد الأغنام فإذ به يأتي بأغنام سيدي يلوت ويسقي من الماء الذي يفعته أنا وهذه ليست أول مرة لماذا تفعل ذلك يا رجل؟ منذ عدل أجهام فتح ضربت أغنامنا عملت عدة ساعات لكي أحضرها هنا ربما لم يكن قاصداً ذلك قاصداً يضربني يضربني كفا سأنقل لك درساً قاصيا يضرب سأنقل لك الساعة كفا كفا انصرفان أملكم لقد سئمت من المشاجرات بين رعيانك ورعيان سيدي أبرام كل يوم مشكلة سأكلم رعياني ويجب على عمي أبرام أن يكلم رعيانه أيضاً ليكف عن المشاجرات لقد تأخرنا بالحلب اليوم سيأتي بعد قليل رسول القصر ليأخذ ما جاهز من الحليب والجبنة ولا أريده أن ينتظر أنا كنت أنهي قل لي أيها الطبيب ما سبب هذه البثور التي تنتشر على وجهي ووجوه كثيرين في البلاطي أقول الحق يا مولاي لقد جربت كثيراً من المراهم ولكني لم أحصل على نتيجة بعد باختصار أنت لا تعرف السبب أعطيني بعض الوقت وعندها سأعرف السبب متى؟ بعض الوقت يا مولاي بعد أن تتشر البثور على جميع وجوه أفراد شعبي؟ لا لا يا مولاي بعض الوقت وأسأعرف ولكن أنا أعرف السبب لا تصدقه يا مولاي إنه لا يعرف سراء إذن كنت تعلم؟ نعم يا مولاي لأنه توجد هنا في القصر امرأة من تزوجة وعاقب من هذا يا مرة؟ سراء التي قال أبرم عنها أنها أخته أم متأكدون بما تقول؟ سمعت أبرم يتحدث إلى سراء زوجته ولماذا لم تخبرني؟ لم أعلم أهمية ذلك يا مولاي اذهب واحد الهاجر إلى هنا الآن أمرك يا مولاي ولا أنا فهمت لماذا أصيب كل من في البلاط بالبثور لأن في قصرك امرأة عاقر ولا أنا فهمت لماذا القطة المقدسة أصبحنا عاقرات لأن في قصرك امرأة عاقر أنا لم أعد أملك القطرة على تحمل مسئليات نحو شعبي لأن في قصرك امرأة عاقر اسمت تحت أمرك يا مولاي هاجر ماذا تعرفين عن سراء هذا صعب علي إنها أعز صديقاتي يجب أن تتكلم إلا كنت تنقذ بلادنا من اللعنة افتحي فمكي وتحدث حسناً صديقة سراء هي أخت أبرام أعرف ذلك ولكنها أيضاً زوجته كيف حدث ذلك؟ إنها أختهم نفس الأب لكن الأمهات مختلفات كل واحد من أم وهي عاقر نعم هذا الغضب بعينه إهدأ يا مولاي إهدأ الغضب سبب كل عنده إذهب واحد للسراء إلى هنا الآن حاضر ما العمل الآن؟ إهدأ إهدأ يا مولاي إذا عرفنا السبب يجب أن يزور الغضب والباقي لماذا فعل ذلك يا صديقة بي أبرام سنسأله وعندها سنعرف السبب مرني يا مولاي عندما رأيتك لأول مرة أتقاط بأنك الزوجة أبرام لكنه قال بأنك يخطو عنده خفق لكي قلبي وكنت في نظري أجمل من زهرة اللوتوس ورقا من نسين وأعظى بالماء النيل وأصبح أبرام عز أصدقائي وبسببك الآن قلبي ينزف بالدم وتنتبه للحصرة لماذا يا مولاي؟ لأن ما فعلتم بي فضيح لقد أخفيت من الحقيقة عنه أنت زوجة صديقة وأنت عاقل لما مصد إذائك يا مولاي أبرام فعل ذلك بحسن نية خاف أن يأخذوني منه يجب أن تسمحها يا سيدي إنها أعز صديقة لي ولقد اعترفت لي بأنها لا تنجب وبأنها زوجة صديقة وأنا لما أخبرك خوفا عليها بسبب طبيبك الخاص يا مولاي أقول إذا بعثتها عن قصرك فستختفي كل بثور ما رأيك أن تتعدى أنت عن نظري أو تسمك ولا تتفوه بكلمة أمرك يا مولاي نجلي هذا يا سراي يجب أن تذهب لهم وسأعطيكي هاجر كذكرة عن المصر أنت كريم يا مولاي خوزي إسلام جوكي وأخرجوا من بلادي لأنكم أفسدتم من الضامة الأزلي للأشياء ارحلا ارحلا لا لا قبل ذلك أحضر لي يا براما إلى هنا الآن سراي ألغيرت مصر قلبك مثل ما غيرت مظهرك لا ولكني ظننت أنك ستحب مظهري أرى أنك لا تبالين بمدى حرجي أمام فرعون حرجك وماذا أقول أنا لم أتعرض لمثل هذا الإذلال في حياتي كما تعرضت له اليوم أمام فرعون بسبب عدم إنجابي يجب أن نكون شاكرين كان يمكن لفرعون أن يأمر بموتنا ما كان كل هذا ليحدث لو وفى ربك بوعده وعده نعم بأن يرزقنا طفلا سراي سراي تبرن المصريون في القصر لعنة أنا التي جلبت عليهم كل المصائب لا سراي الرب الذي جلب المصائب على المصريين لينقذك لعلمك فرعون عمل أكثر لإنقاذي لا تقولي شيء عنك هذا على الأقل فرعون أعطاني هاجر نظر نظر هل أحضرت إلاهي؟ هذا هو شكرا أهدي سلامي للجميع سأفعل سيد أبرام مولايا فرعون يطلب منكم الرحيل من بلادنا فورا حسنا أبلغ مولاك غدا سنغادر حسنا شكرا 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 نبدأ من حيث كنا قبل الرحلة إلى مصر ربما لم يرد لنا الرب أن نرحل إلى مصر أبداً لقد تحركت بسرعة أكثر من اللازم يجب أن لا نكرر تلك الغلطة بماذا تريد أن تضحي يا سيدي؟ أفضل ما في قطيعي من الغلم حسناً أين هو هذا الرب الذي يعبدونه؟ لا يمكن أن يراه أحد إنه كالريح لن أقصد إحراجك هل كلمك الصوت أبداً؟ لا لم يتكلم معي ولكنه وعد أبراما بطفل تصوري وعداً بطفل في مثل عمري هيا هيا أصلح شعرك وأضع عليها الروائحة هيا ترجمة نانسي قنقر يا إلهة الخص ارزقي سيدة أبراما ابنا كما رزقت فرعون بالأبناء أهلاً أهلاً ابن أخي لوت سلام لك يا عمي تفضل اجلس أرى في وجهك كلاماً تريد أن تقول شيئاً تكلم لقد أصبحت الحياة صعبة بين رعياني ورعيانك دوماً في قتال وعراك ماذا تقترح أن نفعل سأخذ رعياني وأغنامي وأرحل إلى أين يلوت إلى أراضي السهل في مدينة سدون إذا أردت أنا سأرحل لا يا عم أبقى أنت هنا فأنا أحب حياة المدن سأرحل بعد بضعة أيام حسناً ولكن ليس قبل أن نعقد التفاق كما تشاء يا عمي كما تشاء سراي سراي نعم صباح الخير صباح النور لقد حربت العنزة بنفسي تعالي وأخذي هذا الحليب الطازج ليشربه سيد أبرام يهمك كثيراً أبرام فقد أوصاني سيدي فرعون أن أهتم به وأخدمه كل حياتي سأخبز له بعض الفبز الفطول حسناً أبرام 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 ما بك ما بك أوحي لي يا سراي أوحي لك نعم ماذا قال أبرام اصعد إلى قمة الجبل وافتح عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد -سأجعل نسلك كتراب الأرض إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضاً يعد قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها وماذا فعلت؟ شعرت بنفسي أسير في الأرض بين السهول وأنزل إلى الوديان وأتمشى في الغابات وأتسلق الجبال والهضاب وأرجو لي تنغمس في الرمل على الشواطئ البحار إنها بلاد جميلة يا زراي صباح الخير يا سيدي صباح النور هذا الخبز الطازج لك شكراً لك اتركينا لي وحدنا لو سمحتي حسناً هاجر تهتم بك كثيراً إنها امرأة مخلصة وخدوم هل أنتما مستعدان لعقد الاتفاقية؟ نعم إذن تفضل يا سيدي أبرام لقد اخترت الأماكن المرتفعة بعيداً عن المدى وأنا اخترت الحقول الخضراء في الوادي بقرب مدينة سادون هذه اتفاقية ملزمة إن من يخل بهذه الاتفاقية فسيحل به ما يحل بهذه العنزة اللهم اجعل مصير كل من ينكث هذا العهد كمصير هذه العنزة ترجمة نانسي قنقر الحمد لله والآن أعضي رد به لقد أدعا العنزة كلا سيطبخانها ويأكلانها كأنهم يجعلان اتفاقهم جزءاً من جسديهما إنها كالزواج تصبح اتفاقيتهما هيا إلى الوليمة لا تفعلين ما أطلبه منك فما نفعك ترجمة نانسي قنقر خذ اشرب هني أم شكراً أحتاج أن أتكلم معك اجلسي يسعدني دائماً أن أسمعك قلبي حزين يا أبرام لأنه يتوق لنبض الحياة في داخلي سراي تأملي خيراً إنه لا يتكلم معي أنت عظمة من عظامي وقطعة لحم من لحمي يكفي أن يتكلم الله مع أي منها لا أريد أن أسمع أنا بنفسي هاجر دائماً تسألني محاولة أن تفهم إلهك وماذا تقولين لها أقول ما تقوله لي إنها تراقبك دائماً وفضلية جداً وقد نبذت جميع آلياتها المصريين نعم لقد رأيتها تصنع مذبحاً صغيراً وتجلس إلهتها هذه كانت إلهة الخصب عندها وكانت تصلي لها من أجلنا إنها تريدنا أن ننجب أطفالاً ولماذا هي قلقة إلى هذا الحد؟ لأنها تعرف كم جفت وقعاتي بالحمل إني يائسة يا أبران يائسة أنا متأكد أن الرب سيبدل يأسك بالأمل متى؟ وكيف؟ عنده أسليب لا نعرفها إن كان الله وعدنا أن يهبنا أطفالاً أفليس علينا أن نساعده؟ الله أعظم نحن نساعده؟ كيف يمكن أن يحدث شيء كهذا؟ أيها السيد الرب ماذا ستعطيني؟ وها أنت ترأني من غير عقب والذي سيرث بيتي ألعازر الدمشقي يا إلهي لم تعطني نسلاً وأسفاه ألعازر وريث الوحي يوري وقد أوحي لأبرام وسمع صوت يقول له ألعازر لن يكون لك وريثاً بل الذي يخرج من صلبك يكون وريثاً قم واستمع انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها هكذا يكون نسلك وأجابه أبرام وأنا أصدقك من كل قلبي واستمر الوحي من الله بقوله أنا هو الرب الذي أتى بك من أور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثاً يا سيد الرب كيف أعلم أني سأرثها؟ خذ لي عجلة عمرها ثلاث سنوات وعنز عمرها ثلاث سنوات وكبش عمره ثلاث سنوات ويمامة وحمامة أو زلو إلى أين هو ذاهب؟ أمره الله أن يفعل شيئاً أي شيء؟ سيعقد اتفاقية مع أبرام سيعمل اتفاقية مع الله أبرام يصفها تقريباً بهذه العبارات عندما يتحدث معي عنها يعقد اتفاقية مع الله يا لها من فكرة غريبة الله لا يتكلم معي ولذا أنا لا أعرف عنه شيئاً سوى ما يخبرني به أبرام أريد أن أذهب الأرى كيف سيعقد سيد أبرام اتفاقية مع ربه؟ لا، اذهبي أنت وعنات واحضري بعض الماء من البئر أريد أن أغتسل حسناً ولكن بعد ذلك تسمح لي بالذهاب لمشاهدة ما يجري مع سيد أبرام؟ أحضري الماء أولاً وسنرى ترجمة نانسي قنقر ما رأيك بسيد أبرام؟ سيدي أبرام إنه سيدي وأبي وأخي وجدي ومستعدة أنا وزوجي أن نسير وراءه حتى آخر العالم أنت تقدرينه كثيراً نعم وما رأيك بسراي؟ أنا كنت خادمتها ووصيفتها قبل أن تحضري أنتي إلى هنا وتأخذي مكاني لم تخسري شيئاً؟ لا أعتقد كم أحبها وأشفق عليها وأنا أيضاً أشفق عليها كم كنت أتألم وأنا حامل بابني شاحر وهي تنظر إلى بطني المنتفخة وتتمنى أن يمتلئ رحمها بنبض الحياة كما امتلأ رحمي به أخذي عنات ترجمة نانسي قنقر ماذا تفعلين هنا؟ أريد أن أرى كيف يتصل الرب بسيدي أبرام وهل رأيتي شيئاً؟ لا شيء رقبته طوال النهار وكان كل من جذب لوليمة عهده هو الطيور الجارحة مسكين أبرام أبرام المسكين لا أستطيع المشاهدة لا أقدر على مجرات حزنه عندما يجد أن ربه كبير لدرجة لا يمكن أن يسمعه فعلاً أما أنا فأريد أن أرى ما يجري خير لك أن تأتي الآن النهار ينقضي ولديك الكثير من العمل أنا أكل الطعام من يدي سيدي أبرام ويهمني أن أعرف ما يحدث لتلك اليد أنت تعلمين بأن اليد التي تطعم ممكن أن تضرب ولا تجعليني أن أطلب من أبرام أن ينزل يده عليك لأنك لا تباشرين بعملك لا أصدق أن سيدي أبرام سيرفع يده علي في يوم من الأيام سنرى لا تجبرين على الذهاب معك إن حب الاستطلاع لما يجري مع سيدي أبرام يكادوا يقتلوني مذاهبة أغربي 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 لا يمكن كنا أن تلمسنا أضحية الرب كلنا من عندي شخص آخر يا الله ماذا أفعل إذا أكلت طيورك أضحيتك أنا مجرد إنسان أطعتك وفعلت كل ما أمرتني ولم تأتي أين أنت بدأت أضحيتك تتعفن وأنا مجرد إنسان ماذا يمكن أن أعمل أكثر مما فعلت يجب أن تأتي وإذا لا أعطني على الأقل إشارة أنا أتعب ومرحق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اسمع يا أبرام أريد أن أرى أكثر من نار وأن أسمع أكثر من رعد أريد ابتسامة على وجه طفلي وأسمع بكاءه بسبب جوعي إلى صدري لقد سئمت الوعد لأنه انقض زمن الوعد لأنني يبست كالكرمة في الشمس أعرف أعرف ذلك يمكنني فقط أن أؤمن بما قاله لي الرب وأقف أمامك وأقول لك ما سمعت منه إن كنت سأتطلع بنصيب من هذا يتعين عليه أن يتحدث إلي سراي إن كان الله سيكلمك هل تستطيعين سماعه مع كل هذا الضجيج المنبعث من قلبك لن يكلمك الله حتى تكون مستعدة للإصغاء لا يوجد خلل بأذني وأنا مستعدة للإصغاء سراي المرء يسمع الله بقلبه هذا يغيظني أصبحت عجوز مريرة سأتركك وحدك لتسمع من الله أنا لك أن تفكر بالمستقبل أعرف كيف يحبه أهل أنت متأكدة من أن هذا ما تريدينه أنا خائفة سيدتي أوه هاجر كفا الرجال هم الرجال أبرام سيفعل ما أطلب منه ليس سيدي أبرام هو همي ولكني أخشى أن تندمي في المستقبل على ما أنت فعلتنه الآن وتبدأ بلومي لا عليكي أنا أعرف ما أريد شكلك يسرني بما فيه الكفاية الآن سأذهب إلى أبرام 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 نعم يجب أن أتكلم معك ألا يمكن تأجيل الكلام إلى الصباح؟ كلا هذا أمر لا يمكن أن ينتظر أنا تعب جدا من جز الغنم طوال اليوم؟ ليس هذا الأمر إنك تشبهين أميرة صحراء أحلامي كل يوم أكثر فأكثر كفاك كفاك فكرت طويلا ومليا بما أشك أن أفعلها أرى جيوشا تتعارك في عينيك؟ سأدخل هاجر عليك لا أريد طفلا لقد قررت أريد الوعد والليلة عندي الحل ساعدني على تنفيذه هاجر مستعدة لك يا سيدي سراي لا يمكن أن أفعل هذا من أجلي أبرام أعمل ذلك من أجلي لما تحرمني من أي فرحة أبدا؟ انهض انهض امنحني طفلا انهض ترجمة نانسي قنقر هاجر هاجر أحضري لي حبالا قوية هذه دقيقة جدا وتقطع أحضريها بنفسك ماذا؟ ماذا قلت لي؟ سمعتني أحضريها بنفسك أو أطلب من خادمتك عنات لتساعدك سأشد أذنيك حتى تحمر بسبب سفاهة لسانك لن تجرؤ لن تجرؤ على لمسي وابن أبرام في أحشائي تهديداتك عقيمة مثل رحمك سأشتكيكي لأبرام أبرام أبرام ماذا هناك؟ ماذا جدا؟ آه يا أبرام آه من العرى التي ألحقته بي تلك المرأة أي مرأة؟ هاجر إنها هاجر مرة أخرى؟ الحق عليك لأنك لم تعني فعل معاملتها لي قلت لك مرات ولكنك لا تفعل شيئا أنا التي أعطيتها لك وجلبتها لك لتحمل لك وريثا وهذه هي الطريقة التي أعمل بها سراي أنت التي تملكينا حبي كلها أنت فرحة حياتي أدخلت هذه المصرية إلى خيمتي من أجلك وجعلتها زوجة لي لتنجب لنا وريثا حسب طلبك صحيح ولكن عندما حملت صارت تستخف بي وتذلني ماذا تريدينني أن أفعل؟ يجب أن تؤدبها إنها جريتك وتحت تصرفك تستطيعين أن تفعل بها ما يحلو لك آه إذن عندي إذن بأن أفعل بها ما أشاء سأفعل ما يجب أن أفعله لأذكرها بقيمتها ومكانتها أنا ذاهب لعراء العازر سأرجع حالا ستنهين شد هذه الأعمدة وستفعلين ذلك جيدا وتفعلينه بدون تذمر لا يمكنك أن تجبريني على عمل أي شيء أنت على حق لا يمكنني لكن يمكنهما ساكل الأبرام إنه قدم الآن انظروا أبرام 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 رأيت لقد ولاني أمرك أفعل بك ما أراه مناسبا أنت عجل مريرة حاقد تستحق العاكم لألوى الطفل الذي في أحشائك لعمرتهما بأخذك خارج المخيم لأجلدك بالصياط حتى تصبحين نصف ميتة هيا افعلي خذيني خارج المخيم أصبحت حياتي لا تسوي شيئا منذ أعطاني أبي إلى راعي غنما وزوجته العقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاجر تعالي خذي عنذتك هاجر هاجر همي ذهبت اين ذهبت هاجر ذهبت جاحدة انحدى وأنتما ما نفعكما عطيتكما ايها لتحرسها فتسمحاني لها بالخروج من أنحدى من المخيم تحت نظريكم أيها الكسولين يجب أن أفعل كل شيء هنا بنفسي اذهبوا وبحثوا عنها أمرك سيدتي أريدوا هنا أمامي أمامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأن الرب قد سمع صوت شغائك اشتركوا في القناة 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 حسنا اشتركوا في القناة ولدي اشتركوا في القناة 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 وكأنك كنت تودين أن تقولي ابني لا إنه ابنك إنه ولد من رحمي وعندما ولدته أنا رفعته أنت بين يديك كأنه ولدك ومع أنه رضع من حليبي إلا إنه عاش في حدنك في خيمتك لا تنسي كل هذا كان بإذن مني نعم وكيف لي أن أنسى ذلك هاجر لا تتكلمي هكذا إنه يكبر تحت نظرك ولم أمنعك عنه كنت أود أن أعرف ما شعور إسماعيل نحوي أنا التي حملته في رحمي وأرضعته من حليبي إنه يكون لك كل الاحترام وهل يكفى أن يحترم الولد أمه؟ هاجر ابعدي هذه الأفكار من رأسك لا فائدة منها أتعلمي؟ يكفي إنه ابن أبرام وهو يحب الولد وأنا سعيدة بذلك بصرك حاد يا إسماعيل شكرا يا أبي أمارس الرماية بجد نعم أراك هنا ليل نهار ولعازر معلم جيد هذا بفضل الرب أريد أن أكون الأحسن نعم يا سيدي بإمكانه أن يكون الأفضل يجب أن يخرج إسماعيل للصيد إنه قوي بما فيه الكفاية لتحمل عبء الرجال ما رأيك يا إسماعيل؟ نعم يا أبي أنا جاهز للصيد لقد تعلمت مني لعظه كل ما يجب إنك تسعدني يا بني ذلك ما أبغيه يا أبي فليحفظه الله لك من كل مكروه شكرا لك تعال معي يا أبي أريد أن أخذ الولد غدا للصيد هذا سيكون لمنفعته أن يصوب السهام إلى أهداف متحركة أنا فخور به بالفعل هو ابن الوعد لقد وضعت كل ذاتك في هذا الصبي ولا يوجد أب يستطيع أن يفعل أكثر مما فعلت ولا تنسى صرايك بالطبع بالطبع انظري البلد يتصب بعرقا إنه يتدرب وهذا سيجعله من أقوى الرجال لقد تعب سأخذ له بعض الحليب الريب من هذه الكربة سيعطيه قوة ويبرد عليه صب في هذا الوعاء أعطي للوعاء لأخذه لا لا أنا سأخذه خذ أيضا هذه القطعة من الكماش ليمسح عرقة ويربطها على رأسه لتمنع العرقة من دخول عيناي تأكدي يا هاجر بأنني أعرف بالضبط ما يجب فعله مع ابني خذ شرب يا حبيبة أمك شكرا يا أمي لك دتيتي في الوقت المناسب بالصحة يا بني دعني أمسح لك العرقة عن وجهك هاتي عنك يا أمي أنا أمسح عرق دعني أربط لك هذه حول رأسك لتمنع العرقة من دخول عينيك بالفعل كانت عيناي تحرقاني بسبب العرق أنت شاب وسيم يا إسماعيل وأنا وأبوك نحبك كثيرا وأنا أحبكم أكثر يا أمي اذهبا للصيد سأجلس وأستريح هنا أتريد أن نبقى معك يا والدي؟ لا داعي يا بني فليرزقكم الله بصيد وفير هيا تعال يا إسماعيل بإذن الله سنجد صيدا وفيرا بقرب مجرى مياه النبئ هيا تعالا وأوحي لأبرام بصوت من الأعالي يقول له أنا هو الله القدير نظر أبرام للأعلى وقد جفل ثم سمع الصوت نفسه يقول له سر أمامي وكن كاملا اجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك جيلا بعد جيل عهدا أبديا وأهبك أنت وثرياتك من بعدك الأرض التي نزلت فيها غريبة جميع أرضك عام ملكا أبديا وأكون لهم إلها ولذا فاحفظ عهدي أنت وثرياتك من بعدك مدى أجيالي هذا هو عهدي الذي بيني وبينك أن يختن كل ذكر منكم فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا أبرام لا يسمع شيئا أكثر وهو على وشك أن يقوم عندما يواصل الله إحاءه فسقط على وجهه مرة أخرى أما صاراي زوجتك فلا تدعوها صاراي بعد الآن بل يكون اسمها صارة وأباركها وأعطيك ابنا منها سأباركها وأجعلها أما لشعوب ومنها يتحرر ملوك أما أيولد ابن لرجل بلغ الماءة من عمره وزوجته في التسعين من عمرها إنها تبدو جيدة ما أنا وفجأة تذكر بأنه يكلم الرب فخشع باحترام ثم يرفع وجهه عندما يخطر بباله ابنه وبكره إسماعيل الابن الوحيد الذي يحبه وقال إبراهيم وماذا مع ابني إسماعيل ليته يعيش في ظلك وسمع الصوت نفسه يقول له كلا لأن صارة زوجتك هي التي تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه ومع ذريته من بعده عهدا أبديا أما إسماعيل فلطلبك من أجله سأباركه حقا وأجعله مثمرا وأكثر ذريته جدا غير أن عهدي أبرمه مع إسحاق الذي تنجبه لك صارة في مثل هذا الوقت من السنة القادمة وعندها يرفع إبراهيم عينيه عندما فارقه مجد الله واللي يرى العزر وإسماعيل يحمل صيدا ويتجه نحوه يمكنني أن أثير معك مواضيع كثير لكن الموضوع الذي يهمني حقا هو الوعد بإسحاقي هذا في آخر العمر إسحاق إسحاق يبدو أن الله أحسن اختيار اسمه نعم كلنا نطحت من ذلك إبراهيم سارة من اليوم اسمي إبراهيم الرب يناديني إبراهيم ويدعوك سارة أنا إبراهيم وأنت سارة ولا تنسي ذلك أبدا إبراهيم إبراهيم انظر إلي جيدا لقد يبست جسمي مجهد سارة أنت وحدك كنت مصدر دفئي عندما خبت نار الحياة هل يمكن أن يحدث شيئا كهذا؟ اعتقدت أن هذا الخبر لابد أن يفرحك إبراهيم لقد ذبلت إني يابسة إذا الله هو الذي يتكلم فهو إذن المسؤول عن كلامه لا نحن وماذا عن إسماعيل؟ أولد خطأا؟ أي طفل يولد لا يكون خطأا؟ إنه ابني وأنت تبنيته لكن ماذا لو استطاع الله أن يفعل ما يقول؟ ويجعل رحمي خصبة فمن يكون إسماعيل عند إذن؟ ولدي وسيباركه الرب كما قال أنا مستعدة أن أقدم أي شيء حتى يكون عندي ولد تأكدي أن ذلك سيحدث ويكون عندنا ولد لو أن الرب في ذلك الوقت قال لك بأننا سنرزق بإسحاق لربما كان يجب أن لا أدفعك لتنام مع هاجر ليأتي إسماعيل لا تقولي لا تقولي ذلك أبدا الرب باركني مع إسحاق كما باركني مع إسماعيل وعندها يكون عندي إبنان وسأحبهما من كل قلبي إبراهيم إبراهيم ماذا عن بتر الولد حتى لا ينجب أبدا؟ اهدئي اهدئي يا هاجر الرب قد أمرني بأن أفعل هذا الشيء لكل الذكور في المخيم ولا أستثني نفسي إنه إبرام عهدنا مع الله ولكنه قال لك يطهر كل ولد عمره ثمانية أيام وليس أربعة عشر عاماً هذا صحيح ولكننا اليوم نوقع العهد لبداية سنين العهد ومتى ستتم هذه العملية القاسية؟ العازر يشحذ السكاكين رجاءً لا تفعل شيئاً كهذا الإسماعيل لا تخافي على إسماعيل يجب أن يبرم العهد لماذا لا تستطني إسماعيل من هذه العملية؟ لا أستطيع لماذا أمر الله بالختان للذكور ولم يأمر به للإناث؟ وهل نحن مستبعدات؟ أبداً ستحصل المرأة على قمة الإكرام بإنجابها الأطفال لكنني لم أنجب وأنا ورقة يابسة يا إبراهيم ستنجبين وعندها تكون حاملة عهد أمام الله كل شيء جاهز والرجال مستعدون من منكم يريد أن يكون أول من يبرم عهده مع الله؟ أبو إدريس أين ابنك؟ عندما علم بأمر القطع ركب حماره وذهب أنا هنا يا أبي حسنا من سيحرص المخيم هذه الليلة؟ جميعنا ومن يستطيع النوم بعد هذا؟ تفضلوا سلام عليكم يا سيدي إن كنت قد حظيت برضاك فلا تدجاوز عبدك قبل أن أكرمكم بشيء بعض ماء تغسلون به أرجلكم وتستريحون قليلا ولقمة خبز تسندون بها قلوبكم وبعد ذلك تواصلون مسيرتكم حسنا لياكم كما قلت تفضلوا تفضلوا عن إذنكم سأعلم عائلتي سارة سارة نعم عندنا ضيوف نريد إكرامهم حسنا وماذا تريدني أن أفعل؟ أعدي ثلاثة أوزان من الطحين واخبزيها وأنا سأختار الذبيحة المناسبة لهم حسنا هيا أين صار زوجتك؟ في خيمتها يا سيدي سأرجع لك في مثل هذا الوقت من السنة القادمة فتكون سارة زوجتك قد أنجبت لك ابنا أنا إذ بعد أن فني عمر وأصبح زوجي شيخا يكون لي هذا التنعم لماذا ضحكت سارة وقالت أعالد ابنا وأنا في سن الشيخوخة؟ أيتعذر على الرب شيء؟ سأرجع لك في مثل هذا الوقت من السنة القادمة فتكون قد أنجبت ابنا اذهبوا هل أخبر إبراهيم ما أنا فاعله؟ هل أنتم ذاهبون إلى صدوم يا سيدي؟ نعم إن الشكوة ضد مظالم صدومة وعمورة قد كثرت وخطيئتهم قد عظمت جدا أنزل وأرى إن كانت أعمالهم مطابقة للشكوة ضدهم وإلا فأعلم وحينها سيحل بهم الضمار أتهلك البارة مع الآثم؟ ماذا لو وجد في المدينة خمسون بارة؟ أفتهلكها؟ ولا تصفح عنها من أجل الخمسين الذين فيها؟ إن وجد في صدومة خمسين بارة فأنني أصفح عن المكان كله من أجلهم ماذا لو وجد في المدينة؟ أربعون بارة أفتهلك المدينة كلها؟ إن وجد أربعين فلا أهلكها ماذا لو وجد ثلاثون فقط؟ لا أهلكها ماذا لو وجد عشرون بارة؟ لا أهلكها فلا يغضب المولى فأسأل مرة أخرى ماذا لو وجد هناك عشرة؟ لا أهلكها من أجل عشرة ترجمة نانسي قنقر 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 إبراهيم لقد احترقت صدوم سهرك طوال الليل قلقا لم يغير شيئا أهل اللوت بينهم؟ أعتقد أن المدينة أبيدت عن بكرة أبيها لا أدري لا أدري وكفى لولا فساد أهلها لما أحرقت لم أحب المدن ولا أحبها الآن أكثر أبي إننا كمدينة صغيرة مدينة خيان أظن أننا كذلك يا إسماعيل لو عشنا نحن في سدوم ما كانت لتهلك لأن في بيتنا أكثر من عشرة برر من أجلهم ربما كان علي أن أخذ الوادي وأترك لوط بالجبال إذن لبقي حيا هو وزوجته وابنتها هذه كانت إرادة لوط لو سكن هناك بضعة أشهر لتناقص البررة بيننا إلى أقل من عشرة لما سمحته عن تلك المدينة الرب وحده يحكم على قلب الإنسان فلنحرص لألا نجد أنفسنا بنكبة مشابهة وقوفنا هنا لن يغير شيئا فلنذهب لغسل الملابس عند البئر وجلب الماء من هناك هيا بنا مسكين وط مسكين وط سيدي إبراهيم سيدي إبراهيم علي عزر ماذا بك؟ لوط حي سيدي لوط حي؟ أين هو؟ الله قد أنقض حياته كنت أعلم أن الله رحيم وعادل لوط كان رجلاً صالحاً استثنى الرب الرجل الصالح أين هو؟ يجب أن نحتفل به لا يستطيع الحضور يا سيدي نذهب إليه ونحضره إلى هنا أين هو؟ تكلم لربما هو سيحضر بنفسه لربما علي عزر ماذا حدث؟ لماذا لا يستطيع أن يحضر إلى هنا؟ إذا حضر سيحضر في الوقت الذي يراه مناسباً إنه يشعر بالخزي عزر هو سيد أمره سيزور عندما يستطيع تعلم يا سيدي في بعض الأحيان من المستحسن أن يحتفظ الخادم ببعض الأسرار بالإضافة إلى أنك رجل حكيم يا إلي عزر فأنت حافظ للسر سيدتي جلدك طري ونظر وثدياي امتلأ مرة أخرى لا أدري ماذا جرى لي إبراهيم لاحظ أيضاً تبتسمي لسعيدة قصبية قصبية أكثر مما تتخيلين هل يمكن لأحد أن يحذر إنني ابنة تسعين عاماً؟ سيدي ماذا هناك؟ إنك أبو مرة أخرى إسحاق مبروك يا سارة مبروك ابني إسحاق لقد أضحكني الرب وكل من يسمع هذا الأمر سيضحك معي من كان سيصدق أن سارة ستردع ابناً وها أنا قد أنجبت لإبراهيم أنت واناً يا أمي ماذا ستصلحين لي ثوب الصيد؟ خذه إلى تمر ستصلح لك بكل سرور يا أمي هذا الثوب الذي أنت سنعطيه لي بيديك وكنت أفتخر به أمام الناس أصلحيه لي أرجوك ليس عندي وقت لك أمي أريد كعكة الطمر منذ مدة لم تصنعيها لي ليس عندي وقت أنا مشغولة بإسحاق قبل أن يلد أخي إسحاق كنت تصنعينها لي خصيصاً اذهب إلى هاجر واطلب منها أن تصنع لك الكعكة لا أنا أحبها من يديك يا أمي إسحاق يأخذ كل وقتي ألا تجدين ساعة لابنك إسماعيل أما لابنك إسحاق تعطيه كل وقتك ليلة النهار يجب أن نتقل العيش مع أبيك في خيمته لماذا؟ لا أريد أن يضيقك إسحاق أصبحت رجلاً ويجب أن تعيش مع الرجال صحيح أن الجميع ينظرون إليك رجل ولكن الحقيقة أنه عندما أكون بكربك يا أمي أشعر وكأنني عط طفلاً وبجانبك فقط أشعر بالأمان والاتمئنان اذهب أريد أن أرضع ابني إسحاق ترجمة نانسي قنقر أنا ذاهب للصيد يا أبي لماذا لا تأخذ إلي عازر معك ليساعدك؟ بركتك هي أكبر مساعدة بركني يا والدي اذهب يا بني فليكن الرب معك وليحمك من العثرات وينصرك على كل أعدائك اليوم ستأكلون لحم غزال بإذن الله عن إذنك يا سيدي سأركب حماري وأذهب معه حسناً تفعل أرجو أن تعود بغزال وليس بعنزة من عنزاتنا كما فعلت بالمرة الماضية لا تقلق يا سيدي الرعيان على سفح الجبل ونحن سنذهب لنصطادة بالوادي قرب الماء فليكن الله معكم اشتركوا في القناة إسماعيل كن لطيفاً مع إسحاق ولا تقاهر دعيه ما يا لعبان بري هذا القمح من الزوان ابني يكبر بصرح أيه ما ابني إسحاق إسماعيل توقف عن ذلك ستقتلها لا أريده أن يلعب مع ابني أبداً لست عمياء لا ترى طريقها أنت تفرقين بين الولدين يا سارة هاجر ماذا تقولين؟ أنا أرى كيف تعملين إسحاق وكيف أصبحت تعملين إسماعيل ولكن إسماعيل شجاع وشام ويتصرفك الأمير فلا يرد على الإساءة التي يطلقها منك حقاً إنك تصنعين شيئاً من لا شيء أليس شيئاً أنه طوال ثلاثة عشر لا أربعة عشر عاماً تربى إسماعيل في خيمتك وهو يعتقد أنه ابنك ابنك الوحيد فكيف يجد نفسه مبعداً عنك لكن له أم وهي أنتي لماذا لا تكونين له أماً أكثر من أي شيء آخر أتمنى لو كنت كذلك طوال تلك السنوات أخذته مني تبنيته وربيته داخل باب خيمتك لا خيمتي ظنك دائماً أمه إبراهيم هو أبوه وهناك يجب أن يجد الصغار هويتهم لا في خيام النساء لذا لا تحملينني نتيجة هذا الأمر بعد أن أنجبت ابننا لماذا لا تعدلين بينهما؟ ألا ترين الألم في عيني الولد عندما يحاول أن يستجد يا رضاقي؟ ألم ترين الدموع على خديه عندما نحيته كالذبابة من أمام وجهك؟ هاجر لا شيء يبقى على حاله لا شيء أبداً عندي ابن أعتني به الآن وهو يستغرق كل وقتي ألا تعلمين بأن الفطام عن الحب أصعب من الفطام عن حليب التدي؟ ألا تعلمين بأنك بهذا تقديم على إسماعيل؟ أنت قاسية وليس في قلبك رحمة أو شفقة كيف تجرؤين على الكلام معي هكذا؟ أنا التي أسرت على تزوجك من إبراهيم لأسباب أنانية فقط أخرجي من المخيم طبعاً إذا رميت بإسماعيل الذي كنت تعبدينه فما أسهل أن ترميني أنا أيضاً سهل علي لم يأتي لشيئاً بسهولة أبداً أنت امرأة أنانية بعد كل الذي فعلت من أجلك ومن أجل ابنك تقولين عني هذا الكلام؟ أنا سودعويكي أنا كرة الجميل إبراهيم هاجر وإسماعيل يجبون يرحله سارة إسماعيل ابني وهاجر وصيفتي اتخذتها زوجة أنا أعطيتك إياها وأنت ربيته كابنك وهو يفكر فيك كأمه له أم كيف تستطيعين أن تكوني عديمة الشفقة هكذا؟ ماذا لو أن ابن الوصيفة قتل إسحاق في ثورة غيره؟ لا تعمل من هذا الشيء مشكلة كبيرة عندما يحرمنا وعدنا ستفهم هذا هو إسماعيل يطارد ابننا حول المخيم ويسميه يمدلل أمه ويسخر منه أمام الخدم وقبل يومين كاد أن يقتل إسحاق لا أصدق هذا إسماعيل دائما جاد وحكيم إبراهيم لا تصدقني أم أنك لا تريد أن ترى عيوبه لأنه المفضل عندك سارة أنا أحب أبنائي أنت تحابي إسماعيل على إسحاق أنا أعرف بأنك تحابيه إنه البكر ويجب أن يقتضي بك وقد ربيته ليكون مثلك عمره تسعة عشر عاما وله شخصية مستقلة إنه رجل ومن أفضل الرجال فلذلك أنا أعامله بطريقة مختلفة أسمع الخدم يرددون ما يقوله إسماعيل عن ابننا وينادونه يا إسحاق يا مدلل أمه تدللينه أكثر مما يجب ولا ترفضين له طلباً ولذلك فهو ضعيف الشخصية ويعتمد عليك في كل شيء لو أمضيت معه وقتاً أكثر فستهبه يجب أن يتخشن كباقي أطفال المخيم لم يبلغ الخامسة من عمره إنه طيب القلب ورقيق وهو كالعجين بين يديك يمكنك أن تشكله كما تشاء أعلمه كما علمت إسماعيل سأعلمه عندما يحين الوقت بكلامك المليئ بالوعود تحاول أن تصرفني عنك سارة ماذا تريدينني أن أفعل؟ هاجر تلك المرأة وابنها يجب أن يرحله لابد أنك قد فقدت عقلك أي عقل هذا؟ أرأيت كيف أنك تفضل ابن هاجر على ابني؟ إنكم جميعكم عائلتي وأنا لا أفضل أحداً على آخر يجب أن ترحل هاجر وابنها إلى وطنهما وأين وطنهم يا سارة؟ مصر أو إلى أي مكان آخر أنا لا أبالي تخلص منهما لا يمكنني أن أحتمل أكثر من هذا سارة أنا نحن مسؤولان عنهما إبراهيم ربما كانت ولادة إسماعيل خطأاً لأن الله لم يكشف لنا المستقبل وفعلنا ما حسبناه صواب أنا ذاك إسماعيل ابني ابني البكر ما تطلبيه شاق علي تريدين أن أفعل شيئاً حتى لو قتلني؟ أعرف أنه أحبهما إليك كذبت علي لم أقل كلمة واحدة أبداً لم يكن هناك داعي لأن تقول إسحاق لا يمكن أن يتقاسم محبتك مع ذلك الولد أنت تسممين البئر بحيث لا يمكن لأحد أن يشرب منها ثق بقلب المرأة أنا أعرف ما هو الأحسن لإسحاق يجب أن تبعد تلك المرأة وابنها معها تكلمت بكل معدي أنا ذاك أعرف ما هو الأحسن لإسحاق إسماعيل من كل قلبي أعني يا رب قل لماذا أفعل قبل أن أموت من الألم ويوحي الله لإبراهيم بقوله لا توجع نفسك من أجل الصبي ومن أجل جاريتك واسمع لكلام سار في كل ما تشير به عليك لأنه بإسحاق يدعى لك نسلك وابن الجاري أيضاً سأجعله أمة لأنه من ذريتك شكراً للمشاهدة لم أفكر أبداً بأننا سنصل لهذه اللحظة القاسية ولا أنا يا أبني هذا يؤلم كثيراً إسماعيل ولدي أحبك من كل قلبي إنه ينفطر عليك اعتني بنفسك وبأمك واسمع لما تقول لا تقلق يا أبي سأرع عمي وأضعها في بؤب أعيني إسماعيل ولد الطيب أعلم ذلك وأنت من سيرعاك يا والدي وضعت نفسي بين يدي ربي أنا رجل ممزق ارحل ارحل قبل أن أفعل شيئاً أندم عليه أريد أن أودع سارة لا أحب ذلك من غيري المعقولاً أذهب من هنا من غيري كلمة وداع هي التي تردتنا من هنا ربما هذه إرادة الرب لقد عشت في خيمتها وفي أخضانها أربعة عشر عاماً وأذهب من غيري نظرة وداع أتركيه يذهب لي ودع سارة إنه ولد حكيم هيا أمي سارة إسماعيل نحن ذهبون لربما لن نلتكي أبدا رفقتك السلامة يا إسماعيل إلى اللقاء يا أخي كن ولداً طيباً لأمك وأبيك فلي رعاك الله رفقتك السلامة يا إسماعيل مفينة أشاد مفينة أشاد هاوين عليك يا أولدي إنها لحظات قاسية علينا جميعا لماذا كتب علينا الفراق؟ ربما هذه إرادة الله ربما هذه إرادة سارة لا أدري كيف سأتحمل هذا أنت رجل شجاع يمكنك أن تتغلب على كل شيء أريد أن نوادر مع بركتك يا إبراهيم فليبارككم الله هيا بارد النهار ينقضي حيا بارد النهار ينقضي نحظة بارد النهار ينقضي بارد النهار بارد النهار أحياني نحن محسن لا تنظر للوراء يا ولدي انظر للأمام النظر للوراء يدايفك فقط يا سارة ما فعلته اليوم لا يمكن قياسه إن كنت لا تستطيع قياسه فأعطني إياه وأنا عقيسه بصورة صحيحة إنك لا تدركين كان ابني تتحدث كأنك قتلته ليس من أجلك ولا من أجل إسحاق أبعدت الولد يا سارة لا أريد أن أسمع هذا لا يجب أن تسمعي أبعدت الولد لأن الله قد أمرني بذلك الله وحده لقد تمزق قلبي أتمنى لو لم يكن قد ولد ليسبب كل هذه المشاكل أنا لا أفهمك يا امرأة إسماعيل أحبك ربيته كأمه أربعة عشر عاماً وأنت تتجاهل ابني إسحاق إنه طفل المحبة وإسماعيل معصيتنا معصيتنا آه إن امرأة إسحاق ليس ابنك إنه ابننا وإسماعيل ابني وليس معصيتنا معصيتنا الذهاب إلى مصر والكذب على فرعون هو الذي بدأ كل هذا تريدين أن تنضج الفاكهة قبل أوانها فتقطفينها فجة وترينها تتلف لقد استعجلنا لمساعدة الله ما حصل قد حصل ونحن في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى رحلتنا من غير الماء من قال لك أنني أريد أن أواصل السير؟ لم يبقى شيء مهم لأحيا من أجلي ألا تريد أن تحيا من أجل أمك؟ أمي؟ سارة هاجر سارة انهض يا بني سارة انهض اذهبي اذهبي وتركيني لأموت هنا اسماعيل انهض شكرا ما الذي يزعجك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع بكاء الصبي من حيث هو ملقى قومي واحمل الصبي وتشبثي به لأنني سأجعله أمة عظيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انهض انهض يا اسمايل انهض انهض يا بناي الرب أراد أن نواصل رحلتنا فبعث لنا بالماء اشرب يا بناي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احب بالسهل لقد بحث عنه طيلة الليل اعطني ايها عادي انظر الى هذه الرياش الجميلة ستكون صهاما جيدة للصيد يا بني نعم ولكننا نفضل الصيد بالفخاخ أبي هل تود أن تأتي للصيد معي ومع إلي عازر غدا؟ اذهب يا بني ارمي جيدا وبحق لماذا أبي لا يريد المجيء معنا؟ عنده مسؤوليات كثيرة أنا أتقول أنه كان يذهب مع إسماعيل للصيد نعم كان يفعل هل لأنني لا أجد الاستعمال القوس لا يأتي معي؟ ولكنك أمهر من ينصب الفخاخ للصيد ومع هذا لا يرفقني للصيد كما كان يفعل مع إسماعيل اسمع يا إسحاق في حياة الرجال توجد أشياء كثيرة غير مفهومة تماما أنه يفتقد إسماعيل أنه كان سندا له وكان يخافه الرجال هو لكنك عونا له في طرق أخرى وهو فخور بك إنك تعامل الناس بالعدل وأنت رقيق وعزاء لأمك أبي يحب إسماعيل أليس كذلك؟ بالطبع وهو يحبك أيضا ولكنه يحبه أكثر كلا ليس أكثر الناس يحبون بعضهم البعض بأشكال مختلفة ولا يمكنك أن تقارن بينها أنا لم أفكر بذلك هكذا يجب أن لا تجرب أن تكون إسماعيل كن إسحاق فأبوك يحب إسحاق وفجأة سمع صوت يقول لإبراهيم يا إبراهيم ويجيبه إبراهيم قائلا لبيك يا رب ويقع على وجهه أمام الرب بينما يستمر الصوت قائلا خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه واذهب إلى أرض المرية وقدمه محرقة على أحد الجبال الذي أهديك إليه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة لماذا لا تخلد للنوم يا سيدي فأنا الليلة أحرص المخيم يا ليتني كنت أستطيع لقد هجرني النعاس وذهب بعيدا جدا لماذا يا سيدي عندما يثقل الوزن على الحبل إما أن يبقى مشدودا أو يقطع أنت أقوى من أن تقطع يا سيدي سأذهب لأكمل جولتي حول المخيم وأعود لنكمل حديثنا هذا إذا لم يعد إليك النوم الذي هجرك إذهب يا ليعاصر إذهب ترجمة نانسي قنقر يا رب أنت العلي القدير وحسب مشيئتك أسير إبراهيم إلى أين أنت ذاهب فجأة بدون حتى كلمة إلى الجبال لأي غرض يبدو أنها أضحي على الأرجح أنا أعرف الناس بك إلى أين أنتم ذاهبون يا إسحاق لا أدري للصيد لا ربما إنها أضحي الحقيقة أنك تعرفينني جيدا هيا يجب أن ننطلق خذني معك كلا لنني قدمة أيضا لا يمكنك المجيء يا سارة لماذا تنسل خارجا من المخيم في الصباح الباكر سمعتك تتحرك حول الخيمة الليلة الماضية ما الذي يحدث سارة لا تدير رأسك باتجاهات عديدة يد الله العلي هي التي تدبر الأمر هيا لا تدير رأسك باتجاهات عديدة لا تدير رأسك باتجاهات عديدة وتدير رأسك باتجاهات عديدة المترجمات أطهاد أبي نعم يا بني هل سمعت شيئا من أخي إسماعيل مؤخرا؟ نعم بعث يقول بأن امرأته حامل بطفل آخر؟ نعم أبي عندما أكبر هل ستبعث إلى مصر تطلب زوجة لي مثل ما طلبت هجر لإسماعيل؟ لن تتزوج مصرية إنهم ليسوا عشيرتنا هجر جلبت لإسماعيل زوجة من مصر من بلاط فرعون ربما ذات دم ملكي إذن أين عشيرتنا؟ في حران هناك يوجد أخي ناحور عمك وعائلته هل ستحضر لي عروسا من هناك؟ لا داعي للحديث عن ذلك الآن عندما يحين الوقت سأتصرف فلننجز أولا ما أتينا لأجلي حسن يا أبي كما تشاء أين أخذ إبراهيم ابننا إسحاق؟ القلق يكاد يقتلوني لا لن أدع للقلق أن يتغلب علي صار اهدئي اهدئي لن يحدث مكرون لإسحاق يا رب يبعد من رأسي هذه الأفكار السوداء؟ ترجمة نانسي قنقر 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 هذا هو الموضح امكسوا هنا مع البهار سأحضر معكما يا سيدي كلا سأذهب أنا والصبي إلى الجبل نتعبد ثم نرجع بني تعال يا ابني احمل هذه الحزمة من الحطر هيا يا ولدي أبي نعم يا بني إن كنا سنضحي فلدينا الحطب والنار ولكن أين خروف المحركة؟ يا بني الله سيدبر لنفسه المحرك هيا يا ولدي اشتركوا في القناة تعال يا بني ساعدني في بناء المذبح لم يأخذ خروفا وإبراهيم وإسحاق يحملان الحطب بدلا من أن يحمله أحدنا ألم ترى كيف انزعجت سارة جدا لتسلل إبراهيم خلصة لعمل هذا؟ لقد عرفت إنها ليست رحلة صيد من المؤكد أنه لن يضحي بابنه كل إله في النهاية يطلب ضحيات إنسانية ولماذا ليس من إبراهيم؟ لا أعرف لا أعرف لا أعرف ولدي إنني أحبك من كل قلبي يا ولدي وأنا أحبك أيضا يا أبي افعل بما أمرت به أنا لست خائفا اشتركوا في القناة وفجأة يسمع صوت ضخم حولهم إبراهيم إبراهيم لا تمد يدك إلى الصبي ولا توقع به ضرًا لأني علمت أنك تخاف الله ولم تمنع ابنك وحيدك عني إسحاق لقد دبر الله لنفسه الخروف هيا يا ولدي انهط ترجمة نانسي قنقر الكبش مات فداءً لك يا بني أبي سمعت صوت الرب يتكلم معك سمعت الصوت وحييت يجب أن نسمي هذا المكان الرب المدبر وعندما يسمع إبراهيم صوت الرب قائلا ها أنا أبسم بذاتي لأنك صنعت هذا الأمر ولم تمنع ابنك وحيدك عنه لأباركنك وأكثرن ثريتك فتكون كنجوم السماء وكرمل شاطئ البحر وترف ثريتك مدن أعدائها وبثريتك تتبارك جميع أمم الأرض لأنك أطعتني الآن سمعت صوت الرب يا أبي أنت ولد طيب هناك أصوات كثيرة احرص على أن يكون ما تسمعه وتطيعه هو صوت الرب أيها يا ولد ياه يا ابني ليساعدني الله كي أتحمل ما سيحدث عندما تعلم أمك بالأمر إنها لم تفارق ذهني كل الوقت أمك عانت أكثر منا جميعا أمي كانت تشك فيما نحن مقدمون عليه أليس كذلك؟ لقد عرفت عرفت لماذا أخذت آه يا أبي يجب أن نسرع إليها لنطمئنها هيا يا ولدي هيا هيا يا ولدي يا ولدي هيا لا ولدي هيا يا ولدي هيا يا ولدي هيا 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 لقد مزقت قلبي وانت زعته من صدري سارة لا تسمح لقلبك بأن يقصو كافحنا في الحياة حتى هذا العمر الناضج ألم نتعلم شيئا؟ كيف كان يمكنني أن أبلغك بهذا الشيء الذي كان علي أن أفعله؟ إن كان رد فعلك الآن هكذا فكيف كان لردك أن يكون حينئذ؟ لماذا إصحاق وليس إسماعيل؟ إسماعيل قد ذهب إصحاق ما يزال معنا أريد أن أتحدث عن هذا مرة أخرى يكفي أنك أذقتني هذا العذاب اذهب اترك لي ولدي هذا يكفي نتمنى أن يأتي الوقت وأن أسامحك لا يمكنني أن أحتمل أكثر من هذا أترك لي سارة لا يمكنني أن أتركك أبدا سيد إبراهيم ألي عزر؟ يجب أن تسرع إلى حبرون سيدتي سارة بحاجة إليك ماذا حدث؟ تكلم سيدتي سارة مريضة سارة لقد ماتت سارة ألعشت كذلك؟ نعم اذهب اذهب وسألحق بك اذهب لا يا سيدي سأنتظرك في الوادي سارة سارة تبارك اسمك يا رب الرب أعطاه والرب أخف شكرا لك يا الله على رحلة العمر مع سارة ومع الوادي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة